تعالوا نطلط الله على النتائج المجنونة بتاعت الكورة بتاعت النهاردة ونشوف الدنيا كانت عاملة ازاي وقدينا برضو بندردش معاكم كوريا الجنوبية والبرتغال شوف بقى كوريا تكسب البرتغال في الوقت اللي فيه أرجوي تفوز على غانا فالبرتغال تاخد كوريا في ايديها وصعادوا الاتنين وغانا وارجوي يخرجوا برا غريبة جدا غانا اللي كسبت كوريا الجنوبية وغانا اللي خسرت من برتغال خسرت ببرتغال النهاردة كوريا الجنوبية حاجة فكورة عجيبة النتيجة دي حطها كده قدامك ما تصدقش يعني لو انت ما تفرجتش على ماتش كاميرو نعمل جيم في كل حال الرجل اللي حرس المرمى بتاعهم سبحان الله بيقولك برضو دي متغيرات في كرة القدم غريبة جدا يعني الحرس بتاعهم الاساسي قنانا يعمل مشكلة فيلعب الحرس البديل وهنا القرات الانضباطية ما تكون يعني فييجي قنانا يخرج والحرس البديل النهاردة بيصد بكل عنحق جسمه فكرنا بعصام الحضري في وقت من الاوقات عصام الحضري جنن كان دي رجبة مثلا في طولة الامم من الافريقية يحط له الكرة في وشه كده يعمل من تحت العرضة تلاقيه تحت العرضة من تحت القايم تحت القايم الرجل النهاردة الجول بتاع الكاميرو بيعمل كل حاجة تحت عفريت بيعمل كل حاجة تحت التلات خشبات بتفرق عمله جيم النهاردة الدفاعي والتحاولات الهجومية عندهم كانت خطيرة كان في برازيل يا جماعة برازيل انا الله عظيم قدامي النتيجة انا احنا انا بتفرج على الماتش حد اخر لحظة فاللي هو انا داخل الستوديو صوت قناة كلها جاب كاميرونيين غالبا يعني فشفت الجول في اخر لحظة من المبرى العظمة بتاعت التوقيت نفسه بتاع الهدف والعظمة انه الكاميرو ما رميتش الفوطر فضلت مكملة انا مكمل معك والبرازيل كانت في المنتج شراسة يعني عندهم شراسة غير طبيعية عندهم فرص ضاعة كتير جدا جدا ومحاولات مستميتة لكن يا كورة كده فلما تيجي تبص على النتيجة بتا 1-0 دي لو انت مثلا واحد نايم مثلا هتسحى الصبح تشوف نتيجة 1-0 دي بالنسبة لك دي حاجة في الكورة حراب يعني 1-0 برازيل غالب تتا 1-0 ما دي بالنسبة لك غريبة ها بس لما تشوف ترجع بقى تشوف شوية حتى من الماتش طعف ان الكاميرو عملت جيم قوي بص المجموعة البرازيل 6 نقاط سويسرا 6 الكاميرون معاها 4 نقاط يعني الكاميرون لو كانت دست على نفسها شوية في ماتش سويسرا ولا ماتش سيربي كان زمان حالها دلوقتي مش كده كان زمانها دلوقتي صعدة من مجموعة تاني مجموعة مثلا بعد البرازيل او ممكن كمان كانت تبقى اول مجموعة وصربيا اللي كان متوقع انها تعمل حاجة كويسة والحقيقة انه صربيا الوحيدة اللي كان بتكلم عنها كويس هو عمر عبدالله للامان يعني اللي بعد شوية هيكون موجود معانا يعني عمر عبدالله يقول لك بقى بص تفرج بقى على مش عارف مين اتش ومين فيتش ومين زتش ومين مش عارف ايه بصالة عن نبي صربيا جابت نقطة واحدة بس من المجموعة شبس ايه اه all ايه